بسبب موقفها من الصحراء المغربية نظام العسكر الجزائرية يبتز تونس بالبيترول ويمدد اغلاق الحدود رغم انقضاء فترة انتشار كورونا وضع النظام الجزائرية السلطات التونسية في مأذق كبير بعد التلميح بخفض امدادات الغذي والاستمرار في اغلاق الحدود بالرغم من انقضاء فترة الانتشار الكبير للجائحة بسبب الموقف المحايد لتونس من ملف الصحراء وحسب صحيفة اطلايار فان الجزائر تبتز تونس بسبب موقف الرئيس تونسي من الصحراء المغربية الذي رفض ان يكون بجانب نظام تبون واضافت ان الجزائر تضغط بكل قوتها من اجل اخضاع تونسيين لمواقفها المعادية للمغرب واضاف المصدر ان الجزائر تنأى بنفسه عن تونس في وقت يتفق فيه تبون مع ايطاليا على زيادة مبيعات الغاز بنسبة 40% واضح المصدر ان قرار اطالة امد اغلاق الحدود سيكون استجابة لاسباب سياسية حيث تحاول الحكومة الجزائرية اقامة تحالفات اقليمية مع الدولة التونسية لكن هذه الاخيرة رفضتها بعد ان طمأنت الجزائريين ان ما يهمهم حقا هو تعزيز العلاقات الدبلوماسية المباشرة بين تونس والجزائر على المستوى الرسمي وهو الامر الذي لم تكن الجزائر لتقبل به بسبب الغموض الذي كان سيدهره الرئيس التونسي قيس سعيد حول موقفه من قرية الصحراء وقالت اطلايار نقلا عن مراقبين ان الهدف من هذا الاغلاق سيكون استجابة لنية خلق جو من التوتر الاجتماعي ضد الرئيس سعيد لا سيما في تلك المناطق الحدودية كما ان كل هذا يأتي في وقت تخطط فيه الجزائر لخفض صادراتها من الغاز الى تونس واكد المصدر ان تونس ستتأثر كثيرا في حال خفض الجزائر لامداداتها من الغاز حيث تتمد بنسبة 70% على الغاز الطبيعي الجزائري خاصة ان الجزائر اتفقت مع ايطاليا على زيادة مشاريات من الغاز بنسبة 40% لتقليل اعتماد على موسكو وفي خبر اخر وللتخلص من التبعية للغاز الجزائرية اسبانيا تعزز شراكاتها الاقتصادية مع قطر وفي سياق التوتر السياسي بين الجزائر واسبانيا حل امير قطر تميم بن حمد التاني بمدريد يوم التلتاء لتباحث بشأن عدد من الملفات الاقتصادية المشاركة لعل ابرز ملف الغاز الذي بات يؤرق قصر المنكلوة في دل تراجع تدفقات الغاز الجزائرية الى اسبانيا ودات الزيار الاقتصادية التي ما زالت حيثيتها غير واضحة للمتتبعين في دل المساعي الاسبانية المتواصلة للبحث عن بدائل مستدامة للطاقة بالنظر الى الثوء التفاهم الحاصل مع الجزائر بشأن امدادات الغاز الطبيعية بعد الاعتراف بمباررة الحكم الداتية في الصحراء المغربية واشرت صحيفة الاندبندنت البريطانية في هذا الاطار الى ان الزيارة رفعة المستوى ستتوج بتوقيع عقد جديد بين قطر واسبانيا بخصوص رفع امدادات الغاز الطبيعية في الضرفية الحالية اعتبارا لتدعيات الثياق الجستراتيجية الدولية والاقليمية واكدت الصحيفة الاسبانية ان الازمة القائمة مع الجزائر جعلت مدريد متخوفة من نقص امدادات الغاز الطبيعية المثالة خاصة مع شروع العاصمة الايبرية في تزويد المغرب بهذه المادة الحيوية عبر انبوب الغاز المغاربية الاوروبية فيما ذكرت وكلة اوروبا بريثا الاخبارية ان اسبانيا تطمح الى زيادة تدفقات الغاز القطري اليها في الاسابيع المقبلة مبرزة ان قطر تعد خامس اكبر مورد للغاز الطبيعي الى المملكة الايبرية بعد الولايات المتحدة الامريكية والجزائر ونيجيريا ومصر وذلك بنسبة 4.4% من وارداتي الاجمالية من الغاز وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والاتحاد الاوروبية والتعاون الاسبانية ستناقش هذه الزيارة التنائية مواضيعا تجارية مهمة بينها اشكاليات الطاقة بهدف تأذيذ التعاون المشاركة ورفع مستوى العلاقات ورفع العلاقات الى مستوى استراتيجية وبالنسبة الى صحيفة اي بي ثي الاسبانية تعتبر مدريد ان الدوحة هي البديلة المحتملة للغاز الجزائرية في حال قرر قصر المرادية وقف امدادات الغاز الطبيعي لقصر المنكلوة على خلفية الاعتراف الاسبانية بمبادرة الحكم الداتي بالسحراء المغربية وتراجعت حصة الغاز الجزائري في السوق الاسبانية بعد توقف انبوب الغاز المغاربية الاوروبية اذ انخفضت المشاريات الغازية للعاصمة الايبرية من قصر المرادية في الاشهر الثلاثة الماضية من الموسم الجارية بعدما كانت الجزائر الموردة الاولى للمملكة الاسبانية بذلك انخفضت حصة الغاز الجزائرية في السوق الاسبانية بنسبة 33% خلال الاشهر الثلاثة الماضية من الموسم الجارية لتغطي 26% من الاستهلاك الوطني حسب ما نشرت صحيفة البريودي كودلا انرجية بعدما زلزلت تصريحات سفير المغرب النظام الجزائري يخط تاريخا على هواها خرج النظام الجزائري بادعاءات جديدة محاولا التخفيف من تأثير هذة تصريحات الأخيرة لعمر هلال السفير المماثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة وللتغطية على الحقائق التي كشف السفير هلال خلال أشغال اللجنة الرابع والعشرين في سانتلوسيا حول احتجاز الجزائر للمدنيين بتندوف ومثؤوليات التابتة في نزاع الصحراء المغربية خرج من نصبة عثابة الكبرانات مبعوثا خاصا بالمنطقة المغربية بتصريحات عبر الأبواق الإعلامية للعسكر تنم عن جهل فضيع بالتاريخ وتثيء كل الإثاءة للجارة الشرقية هذا المبعوث الذي لم يسمع له الثوت في قضايا وملفات مهمة تشغل المنطقة المغربية ادعى أمام عجزه عن تكديب معطيات السفير عمر هلال بأن المملكة أنشئت من طرف الحماية الفرنسية أي ادعاء هذا ومن يصدق هذه التخاريفة إنه ادعاء أخرق وتخاريف يعمد من خلالها النظام الجزائري المنذعج بتاريخ المملكة المغربية العريقة إلى خط تاريخ جديد يخدم أجندته ويردي هواها وبينما كان بلاني حريثا على استحضار هذه التصريحات تناثى تصريحات الرئيس الفرنسي إمانويل مكروة في شهر أكتوبر الماضي الذي شكك في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسية ادعاء يكشف بجلاء ضلوع العسكر الجزائري في أخطاء سياسية وتاريخية لا تغتفر حيث إن الماريشيل يوطي الذي أراد من خلاله الإثاءة للمملكة قال في مذكراته المعنونة باغولدكسيو لم تكن الجزائر ثوى دولة قاحلة في حين أن المغرب كان إمبراطورية تاريخية مستقلة ليس ذلك فحسب بل جاء في تصريح له ضمن نفس المذكرات بتاريخ 23 فبراير 1916 بينما وجدنا أنفسنا في الجزائر إذاء مشتمع في حكم العدم وأمام وضعية مهلهلة قوامها الوحيدة هو نفوذ الرأي التركية الذي انهار بمجرد وصولنا إذا بنا قد وجدنا بالمغرب على العكس إمبراطورية تاريخية ومستقلة تغار إلى النهاية على استقلالها المسؤول الفرنسي المحنك الذي شغل مناصب قيادة بعدة دول قبل حلوله بالمغرب عبر أيضا في مذكراته عن انبهار كبير بعظمة الدولة المغربية أقدم مملكة مستمرة في العالم منذ تأثيثها من طرف الأدارث عام 1789 ميلادية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة